شارك سعادة سيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع الثالث والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وناقش وزراء العدل خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط عددا من الموضوعات وفي مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس ومبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما أصدر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدة توصيات لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى في دورته القادمة ترجمة نانسي قنقر